بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعن بقوة رحمة العالمين نحن نتكلم عن نازلنا بنتكلم في الأيمان وكفرة الأيمان نحن نتكلم عن بدعة مذمومة يعني بدعة مذمومة لأسف اتكبأ كثير من الناس هي كلمة علي الحرم من ديني لأسف هذه كلمة بدعة مذمومة ليس لها أصلا في الشرعة ليس لها أصل ليس لها أصلا في الشرعة ليس لها أصلا في الشرعة ولا يبتدعها الناس الكلمة دي إذا إنسان تعمد أن يقولها هو فعل كبير من كبير لأنها كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد كما يقول رسوعة السلام فده قسم مبتدعة الإنسان بيقول عليها الحرم من ديني يعني أنه بيحرم عن نفسه دينه لهو كذاب يعني خرج من بوطقة الإسلام لهو يجذب طبعا هذا غير صحيح أبنا يعني لو أجذب أنا مش مسلم يعني أنا كفرت أولا طبعا هذا يعني هذا ابتداع في الدين الدين أسمى وأكبر من إنسان سبحانه وتعالى يعني إنسان يدخله الإنسان آسف إنسان يعني يدخله أو المسلم يدخله في الحلف بالأيمان أولا ده يعتبر حلف بغير الله سبحانه وتعالى ورسوعة السلام قرر من حلف بغير الله بخذ كفر وفي رواية تانية فقد أشك وإزداد إسما بأنه بيحرم على نفسه دينه وهذا أيضا إثم أخر فإثم مركب فإنسان اللي يقول عليه حرام من ديني ده بيرتكب اسم كبير يريد لو أي واحد سمع أي حد بيقوله عليه حرام من ديني يقول له اتق الله سبحانه وتق الله وفيش كاسمه على حرام من ديني إذا أردت أن تقسم فتقسم بالله سبحانه وتعالى لكن العلماء قالوا كان بعض الناس يعني يقول كل ما أحل الله علي حرام هذا أيضا يحرم في الشرع ولكن ليس كحرمت عليها الحرام من ديني يعني كان بعض العلماء كل ما أحل الله علي حرام طب إنسان إذ قال كل ما أحل الله علي حرام يبقى أي الوضع والله لماذا بمالكي قال إن في الحالة ديت تطلق زوجته إلا أنه يستسني زوجته إذا استسنى المسلم مسلم زوجته تكون في الحالة دي لا يقعها الطلاق لكن إذا لم يستسنيها فيتدخل في عموم أن كل ما أحل الله علي حرام هذا الرأي فيه ضعف هذا الرأي فيه ضعف ليه لأن الزوجة أو الطلاق يحتاج إلى عزم وينية الذين يقولون من نسائهم ترابصوا أربعة أشهر فإن فأوا في إن الله غفور ورحيم وإن عزم الطلاق في إن الله سمير عليه فالطلاق يحتاج إلى عزم والعزم لا يحدث العزم إلا بالنية العزم درجة أعلى من الهم يعني قد همت به وهم بها الهم ده حديث نفسي حديث نفسي داخلي يفكر إذا بدأ يتحرك وبدأ ينفذ يبدأ تحاول إلى العزم فالطلاق يحتاج إلى عزم لأنه يترتب عليه اعتبرات شرايا خطيرة يترتب عليه خراب بيت وانهدم أسرة وفرق بين الزوجين والتشرد للأولاد فيحتاج إلى عزم وانية فما ينفعش أن نقوله كل ما أحلى الله عليه حرام وأنا مش في المادي خالص أن أطلق زوجتي علاقتي بها كويسة علاقتي كويسة توقعه في أشياء خطيرة وفي قيود هو في غنى عنها الحنبيل قالوا يعتبر زهار وبعد الرأي ده في ضعفه وما استندوا على قول الله سبحانه وتعالى قد سمع الله قد سمع الله قول التي تجادرك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع وتحاوركم أن الله سميع بسر للذين يظاهرون منكم من نسائهم بسم الله الرحمن قد سمع الله قول التي تجادرك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع وتحاوركم أن الله سميع الرحيم الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا لا أولدناهم إنهم لا يقولون منكر من القول يزور وإن الله العفو غفو فده كتعدكة عادة في الجاهلية اسمها عادة الزهار كان الراجل لما يزعل من زوجته أو يخضى منها يقول لها أنت عليها كظهر أمي أنت عليها كظهر أمي يعني علاقت بيك إذا علاقت بأمي فده كتعدكة عادة سيئة جدا أو سلوك سيئة من سلوكيات الكفار فأراد لله سبحانه وتعالى أنه يضرق أو يضحط هذه السلوكيات فغلص غلص في الأحكام المتعلقة بالأشياء اللي كانت ترفع في الجاهلية ومن ضمنها الزهار عشان كده ربنا يقول لها أنهم لا يقولون المنكرة من القول يزور يعني هي في راقتك دي زوجتك دي ما هيش أمك عشان يقول لها أنت عليك زهر أمي فعشان يمنع يمنع هذا السلوك الجاهلي اللي هو كان بيفعله الكفار الرسال عصم كان دايما يحب وهذا شعر الله سبحانه وتعالى مخالفة الكفار في كل شيء فوضع عقوبة أو كفارة مغلزة ما نقدرش نقول أنه دايما يخش في الزهار أنه ما قالش كلمة الزهار خالص وقال لاش أنت زي أمي وممكن أن يكون كانش يفكر في زوجته خالص فهذا رأي فيه ضعف برضه وبعضهم قال إنه هو كناع عن الطلاق إن هذا القول كناع عن الطلاق ويعتبر طلاق ولكن برضه هذا القول غير صحيح لأن الصحيح إن القول اللي يكون متعرف عليه في المجتمع إنه طلاق يقع طلاق يعني إنسان لو بيهزر مع زوجته قال لها أنت طالق على سبيل المزاح ويقع الطلاق ليه؟ إن رصوص علام قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والعطاق والراجعة لو واحد هزر مع زوجته وإلا أنت طالق يقع الطلاق عقاباً له عقاباً له لأن لا يجوز أبلاً التلاعب بشارع الله سبحانه وتعالى لو لا يجوز أبلاً التلافز بالطلاق ولو حتى على سبيل المزاح وعشان كده رصوص علام قال يقع الطلاق في حدف هذه الحالة فلو إحنا قلنا أن اللفظ ده متعرف عليه إن هو طلاق يبقى يقع الطلاق إن هو مش متعرف عليه لهذا اللفظ إنه كل ما أحلى الله علي حرام طلاق فلا يدخل فيه الطلاق أو لا تطلق الزوجة إلا من وجود النية يبقى أنا قلت كل ما أحلى الله علي حرام وأنا ناوي في خيلتي أو في عقيدتي أو في نيتي زوجتي إن أنا حرام عليها كمان يبقى يقع الطلاق ناو من جواه طلاق بعض العلماء قال ان هو لو لو هو ناوي ما يجمعش يحرم على نفسه مدة اربعة شهر يبدأ اسمه مولاة يدين يقولون من نسائهم ترابصوا اربعة الاشهر في انفاءوا فان الله غفور رحيم وانعزموا انطلاقة فان الله سميع عليهم يبقى اذا في حالة دي هو لو رجع قبل الاربعة شهر يجامع يبقى خلاص ربنا غفور رحيم لو عدوا لاربعة شهر وكان ناجو يطلق يقع الطلاق زي اللي يقوله زوجته اه ان جامعتك فانت طالق قالوا العلماء يستنى اربعة شهر قال لا ان جامعتك فانت طالق لهو لهو يقصد طلاق يبقى وقع الطلاق يقصدش طلاق يبقى استنى لاربعة شهر وما يعدوا ويجامع يطلق لو هو لو هو ومع العد للاربعة شهر يقع الطلاق يقع الطلاق يعني الطلاق معلق وهو ناوي يطلق اذا كان بيهدد زي ما قالوا العلماء يبقى في حالة دي عليه كفري تمين زي بالزبط اللي يقول كل ما احل الله عليها حرام طب كل ما احل عليها حرام يعتبر كفري تمين يبقى ان لو قلت كل ما عليها حرام عب ترجع لازم ارئيلاد لازم اكفر عن مين زي ما رسول الله سبحانه وتعالى زي ما رسول الله سبحانه وتعالى حرم على نفسه اكل العسل احرم على نفسه مهاقعة جاريته لما غرب قاضبة حفصة فقال والله لا اكل هذا العسل مرة اخرى والله لا اجمع هذه الجارية فقال يا النبي لما تحرم واحل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم والله مولاكم هو العليم الحكيم عشان كيرا صلى الله عليه وسلم قال اذا حلف احدكم على شيء فوجد ما هو خير فليفعل الخير وليكفر عن يمينه يبقى انساني كفر عن يمين وفعل الخير عشان كده في واحد قال سيدنا عبدالله بن سعود أنه بحرع نفسه هذا النوع من الطعام فقال له كل وكفر وكفر عن يمينك وعبدالله بن عبدالله كان يقول نحن نقول في الحرام الكفارة أليس لكم في رسول الله أسوة حسنة ثم اتلى الآية يا النبي لما تحرم وأحلى الله لك فالعلماء مجتمعين كلمة الحرام دي تعتبر يمين وعليها كفارة يمين ويأسم الإنسان أنه يحرم على نفسه شيء حرام يأسم إنسان لازم يتحكم في اللسان وميقولش كل ما عليها حل الله أحرامه والاسم يزيد أكتر لو قال عليها الحرام من ديني ده كلام ناس صيع أنا أسف هذا الكلام نقول كلام حرام من ديني ده يتشبه بالناس اللي هم السفل والناس اللي هم اللي هم لول عليهم السوقة الناس اللي هم بيقعدوا في الشارع أو معظم وقتهم بيقعدوا في الشارع بيحتكوا بالناس الكلمة عليها حرام من ديني ده كلمة بزيئة زي ما قلنا لو اللفظ ده متعرف عليه إنه أطلاق يقع أطلاق لو مش متعرف عليه هنا أطلاق في الحالة دي اه اه يعتبر كفر يتامين. طيب ابن تيمية قال ايه? ابن تيمية قال. لو 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 انسان حرم الحلل او احل الحرام اجزأه في ذلك كفر يتامين. ولو فعل فعل كفر الزهار يكون افضل. هو فعل كفر الزهار يقصد يرجع رأي رأي الحنابلة ان هما بيقولوا ايه اللي يتعاملوا معها لان هو كانوا قالوا انت قال لي زوجته انت عليك زهر امي. طبعا يعني برضو احنا الرأي ده بش صحيحة في رأيهم ورأيهم فيه تشدد ويعني معناش علاقة بين كلمة عليها انت عليك زهر امي معناش علاقة بين انسان يقول ان انا حرمت على نفس كل شيء حلال. لان هو ما بيقصدش زوجته. اذا اصد زوجته. بنيت بنيت اللي هو اللي هو يقصد بقى بنيت انت عليك زهر امي وكان في دماغه الكلمة دي. ازاي امي بحالة دي. نرجع للرأي ده ونقول ان هو يقصد الزهار. لكن هو لو مش في نيته يقول ان لو هو في نيته. يقول اه 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 مكشف من نيته خلص الطلاق. ولا علاقته مزوجته كويسة. لكن رأي الجملة دي. قالوا انا اللي الحرام من ديني او كل ما عرب حل الله علي حرام. يبقى كل ما عليه ان هو يكفر عن يمينه. يكفر يتمين. كفر يتمين هلرجع تاني للفيديو الأولى قبل كده فكفارتوا اطعم عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهو اهليكم او كسواتهم او تحرير الوقضة فمن لم يجي اتفاصيهم الثلاثة ذلك كفارتوا ايمانكم اذا حلفتم وحفظوا ايمانكم في الحالة دي هيوتم عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسواتهم زي ما قلنا بلكده يجيبهم ويأكلهم عشرة مساكين دول اوسط يعني افضل وفي ناس سنالات قالوا ياخدوا متوسط متوسط اكلته واضربها في عشر ويطلع قيمة هذا المبلغ ده عشر مرات في ناس قالوا وفي ناس قالوا يا جوز ان هو يأكل مساكين عشر مرات والافضل انه يأكل عشرة مساكين مادش يأكل عشر مساكين ملعاش ممكن يأكل مساكين عشر مرات يأكلوا ايه ما يساوي نصف ساعة كانوا زي ما بيأكلوا نصف ساعة من طمر او او حنطة او شعير نصف ساعة يعني الصاع اربع مدود اما مدين او يأكلهم من اوسط ما تطعمون يعني الافضل ما تطعمون لو انت لما تجد عيس بر اهلك بتاكل رز ولحمة يبقى تأكل عشر تنفر عشر آآ رز ولحمة مش قادر تأكلهم يبقى تقوم هذا الطاقة دي او الاكل ده بكام وتضربه في عشر معاكش تدفع المبلغ ده مرة واحدة هده تتقصته طفارة يدهمين كنها تتقصت فما لم يجد فسيامه ثلاثة ايام زي ما قلنا قبل كده ما يفعش يصوم ثلاثة ايام الا اذا كان ما يقدرش يطعم او يكسو عشرة مساكين لكن تصوم ثلاثة ايام على طول من غير ما تعمل كفر معلقة في رقبتك الى يوم القيامة لا يجزئه ابدا ان هو يصوم ثلاثة ايام اذا كان قادر على الاطعام او قادر على كسو اقوله قولي هذا واستغفر الله لهم اشتركوا في القناة